الولد جالي كح في اليومين دوال برد اللي احنا فيهم. تعمل ايه? تعال نقول واحدين. فتح الشقة. هاي. خلي النفس اللي فيها يتغير. صحي. اغير الفرش. ادخل بقى لدورة المية عمل له غسيل منخير سواء كان بسرينج بمية ولا محلول. خليه يستنشأ ماء البحر. اه اي حاجة موجودة معاك. المهم انها تغسل النوز. اللبني مش لا زرق. لأي عمر بأي فترة بأي عدد مرات وما فيش منه تعود. آآ بتاع الفري نوز ما عنديش منه مشكلة. شفات الانف وبحط فيه مية واستخدمه اتعلم من الاول وبعد كده اعمله. عشان خاطر لو حصل حاجة بتاع رفت تتسرب. قال وهي احساس الطفل بالغرق. سيبتدي يتخد. سيتشدد. فالاب يخاف. وناخد بالنا. ان مش الشغل من هنا لازم ينزل محط من هنا. ده ممكن ياخده وينزله من ورا. ينزل من بقه. ممكن ما يستخدمهش خالص وما يطلع لهش حاجة. طيب. هتقلل الكحة. هرفعها على مخدة. ههوء الاوضة. هغير الفرشة. وفوق. وسق بقه ماء. ده الكلام ده اللي ما اكبر شوائي. ودي حاجة دافية. يتابع الحرارة. واشوف طفلي حرارته كويسة ولا. دافي. فوق الهدوم على قد نصف كم حتى لو في الجو اللي موجود معانا ده. ادي برا او او حتى بكم وقط من طبقة واحدة ما تقوليش هلبس خريفي عشان ما حبسش الحرارة بتاعته. عايز تديله. اي خافض سيتال او بروفن من فوق الست سنين. اه فوق الست الشور. ما عنديش مشكلة. اي حاجة تانية لبوس وكلام ده. خف منه دلوقتي. سواء لكلمة السر. ممكن ادي محليل جفاف ما عنديش منه مشاكل. ادي مية. ادي عصير. ادي زبادي. ادي اي حاجة لطفلي. ما عنديش منها مشكلة. طب الساعة احدة ولا اتنين بالليل برضو ما فيش مشاكل اتعامل مع طفلك وسلك مناخيه. وفوقه. وقومه. وصحيه. ويدي له حلقة فيه. طيب خلصنا من الزحمة دي. فاش على بعديها. سخت. نزلنا الحرارة. عايز اعمل كمدات اعمل. الافضل منها خف الهدوم. ودي خفض الحرارة. وسيبه يقومه يتنقط حواليك. فتح حوية. يبتدي عاية لك الفوق. وتبتدى شدد شنج شفافة الزرق. طبق مية لافية. اععده. وسيبها تبرد تدريجي. الحرارة هتاخده وتهدى معاه. وانت بتدي له خفض الحرارة. وبتدي له مية كتير او سيال كتير. فهتهدى الحرارة معانا تدريجي. له ترجع مرتين اقول له حمام السال او حمام المية كتير في الفترة ديت. ما عنديش مشكلة. المهمة حضرتك بتدريه قدها مرتين تلاتة عالتين قاطر تعاون. لسه الولد سخت. كحيته عاية. اعمل حساني. لو هي كحة. ايه ايه اللي هي خان اجانب. اسمها ضبحة. اخد الولد او التف. وهطلع بقى على انا مستشفى. واعمل له جلسات. وخالي الدكتور يسمع صدره. ولو فيه مشكلة انا لاتيه على صدر. حاجة دي تقول لها برضه ما فيهاش مدد حياة صباح الخيال. لأ. مش هريد اصبر على تفلي. ولكن الحالات دي ما فيهاش دخول مدد. الا لو الحاجة استدت. لو طفلي بيبقى مهمد وتعبان حتى بعد ما الحرارة بتهدف. او البيبلي ما بيأكلش ايه تعبان خالص او عملت صورة دم ولاقيت فيها. حاجة تقول ان هو ميكروت باكتيري او عملتها شاعة على صدر وقالة ايه التهاب رائع او ايه مش التهاب شوع بيه ولا شعاي بيه. والآآ حسيت صدر ما بتخذ لها تنبط. بعدها. طفلي لو انا عندي جازة والدور حصل قبل كده وما فيش سخنية اعمل الجلسة ببالمكورت واكمل البيت الانبون لحد ترى لحد اربعة وخمسة سنطي بمحلول. وطفلي ياخدها مرة واتنين. ممكن ياخدها تلاتة او اربعة على حسب الحالة. طب الفاركولين اللي يزود دربات القلب استخدمه ما عنديش مشكلة. طب الوقت كان عنده سجب هو لسه جنيني برضو ما بقالقش منه. دربات القلب لو انا عايلي مستحمل ما عنديش مشكلة. لو طفلي يفاصل خالص وتعبان. لا واقف الفاركولين. هو ممكن ادخل الاتروفينت مع البالمكورت او الاتروفينت الواحدة او اتروفينت الفاركولين. بس كل ما يبقى مع حاجة شكل يكون احسن. لأ الاتروفينت. عملت الجلسة واتنين وتلاتة وصدر وطفلي ابتدى يفك. هروح لدكتور وفقه رفورس عشان يقول انا ماشي كويس ولا لعب. حال? حال. لبوش السخنية لبوش الكحة دوية البرد الحاجات دي مستحب عالج السبب الاول فوق المناخير خلاص منه. اخيرا المضاد مش مستحب الكورتزون ممكن يتاخد او ممكن ما اتخدش. بخاخات الانفل فيها الكورتزون ما فيها حلقاتك. البل المكورت اساسا كورتزون استنشاء فما فيش منه تعاود. الجلسات مش اولا حرام ولا في منها تعاود. وبس هو بيعد ان شاء الله شيطا على خيرك. اي دور تعب. اي دي الفيديو من اوله. وهائط الخطوات. وتابع مع دكتورك. والف سلام عليكم. هانيا يا صاح. هلا يالي.